ده مش حال حضرتك لوحدك انك لما يجي لك عريس متدين تخافي من اخلاقه وده بسبب ان بعض مش كل بلاش نعمم يا جماع ان بعض المتدينين ظاهرهم التدين لكن سلوكياتهم ما تتعشرش اطلاق وللأسف الشديد زي كل حاجة في الدنيا من اول المنتجات اللي تجرب فيها منتج فتتصدم فيه فتسيب الشركة كلها مع انها ممكن يبقى خطأ فردي في منتج معين هو العقل بيحكم بالطريقة دي لغاية الحكم على محافظات كاملة وشعوب كاملة ان هما بسبب معاملتي مع واحد ولا اتنين كان فيه صفة سلبية ان كل الناس كده وبالتالي كتير من الاوقات ما الانسان لان توقعاته الانسان بيتصدم بسبب التوقعات توقعاتي لما شوف بنت او ولد متدين ان يبقى احن بني ادم وارحم بني ادم والطف بني ادم واكرم بني ادم واكثر انسان عنده وفاء واكرام وسند فلما بشوف عكس كده بيتصدم البني ادم في المتدينين كلهم ويحصلوا التعميم ده يعمم يعني المسألة دي لكن اعايز اقولك حاجة كتير من الناس اللي اختارت طريق ربنا سبحانه وتعالى اختارت تشتغل على قلبها وعلى اخلاقها وعلى عبادتها فما تحكميش بدري لو جالك واحد متدين يبدو عليه سيمة الدين طيب انسان يبدو عليه انه اختار ربنا ممكن تبقى بقيت اختياراته الاخلاقية وفقية ومبادئه معاملته ممكن تبقى كويسة فدائما انا بقول لاخواتي البنات يعني لما يتقدم لك عريس اعودي معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة بالطريقة السليمة في وجود يعني ايه ضابط الشرعية السليمة وما تحكميش بدري بدري عليه من تجربة سابقة لان في ناس بعض الناس بيدي انطباع سلبي وهو كويس جدا لما نعشره وبعض الناس العكسي دي انطباع ايجابي ولما نعرفه اكتر نفر منه فاخدوا وقتكم يا شباب في موضوع التعارف ده بالطريقة اللي ترضي ربنا وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله لكن بلاش نحكم يعني على فئة كاملة من تجربة او حتى تجربتين